السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر ودرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان قانون لينز أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعرف قانون لينز تعريفا علميا صحيحا يفسر سبب اتجاه التيار الحثي المتولد في ملف موضوع في مجال مغناطيسي متغير يحل ميسائل الحسابية باستخدام قانون فرداي حلا صحيحا التمهيد هل سمعت عزيز الطالب عن المكابح المغناطيسية؟ هذه المكابح تستخدم في إيقاف بعض التطبيقات كهذه اللعبة التي هي أمامنا هذه اللعبة تحمل عشرات الأشخاص وقد تصل كتلتها أحيانا إلى ألفين كيلو جرام وتسقط من ارتفاع ستين متر وعندما تقترب من الأرض تصل سرعتها إلى اثنين وعشرين متر بير ساكند أي أنها تتحرك بزخم يساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة أي أربع وأربعين ألف كيلو جرام متر بير ساكند والسؤال هنا كيف يمكن إيقاف هذه القتلة الكبيرة جدا والتي تتحرك بزخم كبير جدا لإيقافها فإننا نحتاج إلى قوة تصل إلى ربع مليون نيوتن هذه القوة هل يمكن توليدها عن طريق الاحتكاك؟ نعم ولكن ما نتائج ذلك؟ قد تتولد حرارة كبيرة جدا تؤدي لذوبان أعمدة الحمل وبالتالي تتسبب في حرائق لذا فكر العلماء باستخدام المكابح المغناطسية لتوليد قوة كبيرة جدا بدون احتكاك وبدون حرائق مما يحافظ على سلامة الركاب فما هي القاعدة العلمية أو المبدأ العلمي الذي تعتمد عليه المكابح المغناطسية؟ وهذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم بإذن الله سؤال استهلالي أعزائي الطلاب تعرفنا سابقا أنه يمكن توليد طاقة كهربائية وذلك من خلال تغير الفيض الذي يقطع موصل معدني كما هو في هذا الفلاش عندما يتغير الفيض الذي يقطع لفات هذا الملف تتولى الطاقة كهربائية بمعنى كهرباء تولدت بسبب مجال مغناطيسي فهل يحدث العكس أعزائي الطلاب؟ هل يمكن أن يتولد مجال مغناطيسي من خلال مرور طيار كهربائي بموصل معدني؟ نعم يمكن ذلك من خلال تجربة أوريستيد وهي عندما يمر طيار مستمر في موصل معدني كما تلاحظون يتولد مجال كهربائي حول الأسلاك إذن يمكن توليد مجال مغناطيسي من خلال طيار كهربائي أعزائي الطلاب إن الأنظمة قاوم التغير ففي النظام الميكانيكي كما نلاحظ فإن هذه الأجسام تقاوم التغير في حالتها وتسقط محتفظة بحالة سكونها وهو ما يسمى بخاصية القصور الذاتي فهل يحدث ذلك في الكهرباء؟ نعم فكما نلاحظ أن هذا الملف أو هذه الحلقة تحاول أن تقاوم التغير في حالتها والسبب في ذلك هو التيار الحثي الناشئ في هذا الملف فإنه يقاوم تغير التدفق المغناطيسي من خلاله وهو ما يسمى بقانون لينز تعريف قانون لينز يعرف قانون لينز بأن المجال الحثي المغناطيسي الناتج من التيار الحثي يقاوم التغير في الفيض الذي أنشأ هذا التغير والسؤال الآن كيف يقاوم التغير المسبب له؟ عزيز الطالب عند زيادة الفيض المغناطيسي يكون اتجاه المجال المغناطيسي الحثي أي في الملف معاكسا لاتجاه المجال المغناطيسي للمغناطيس لماذا ليقاوم هذه الزيادة؟ تعالوا لنتعرف على ذلك لدينا قطب شمالي مغناطيسي عند تقريبه من حلقة عند تقريبه من هذه الحلقة يزداد المجال المغناطيسي الذي يخترق هذه الحلقة فلمقاومة هذه الزيادة يتولد في الحلقة أيضا قطب شمالي وبالتالي يتولد عن الحلقة مجال مغناطيسي يقاوم هذا المجال المتولد في الملف فيحدث بينهما قوة تنافر عند تقريب الحلقة حدث تنافر بمعنى أنه تولد قطب مشابه لكن عزيز الطالب ماذا يحدث عند نقصان الفيض المغناطيسي؟ لاحظ عند نقصان الفيض المغناطيسي وذلك لحظة إخراج المغناطيس في هذه اللحظة يحدث تجاذب لماذا؟ لأن المجال المغناطيسي يتناقص وبالتالي يتولد مجال في نفس اتجاه المجال المغناطيسي لوقاوم هذا التناقص مجال المغناطيسي يخرج من القطب الشمالي المغناطيس عند تحريك المغناطيس للخلف عند مغادرة الحلقة يقل الفيض الذي يخترق هذه الحلقة فيتولد في الحلقة مجال مغناطيسي في نفس هذا الاتجاه ليقاوم النقصان أي يتولد هنا قطب جنوبي فيحدث كما رأينا تجاذب بينهما لاحظ عزيز الطالب كما رأينا لا يكون المجال المغناطيسي الحثي معاكسا للمجال المغناطيسي للمغناطيس دائما فربما يكون المجال المغناطيسي في نفس اتجاه المجال المغناطيسي للمغناطيس أو معاكسا له أثناء دخول القطب الشمالي المغناطيس للملف كما رأينا في المقطع السابق عند دخول هذا القطب الشمالي إلى داخل الملف تحدث زيادة في المجال المغناطيسي الذي يخترق لفات الملف بالتالي يتولد طيار حثي ينشأ عنه مجال المغناطيسي هذا المجال يكون ضد هذا التغير وينقص من الازدياد الابتداء للفيض يتولد طيار في هذه الحلقة ينشأ عنه مجال لأسفل أي معاكسا للمجال المغناطيسي للمغناطيس والذي يخرج من القطب الشمالي المغناطيس فيكون هذا المجال الحثي والمجال المغناطيسي للمغناطيس هكذا كلاهما معاكسا للآخر ولكي يكون المجال المغنطيسي الحثي لأسفل نطبق قاعدة اليد اليمنى حيث يشير الإبهام إلى القطب الشمالي أو إلى اتجاه المجال المغنطيسي بالتالي تشير الأصابع إلى اتجاه التيار في نفس اتجاه عقارب الساعة إذن يتجه المجال المغنطيسي الناتج عن التيار الحثي نحو الأسفل لماذا؟ ليقاوم ازدياد المجال وينتج عن ذلك قطب مشابه إدخال القطب الشمالي يولد قطب شمالي مشابه لماذا؟ ليتولد عنه مجال مغنطيسي حثي يقاوم التغير في المجال المغنطيسي للمغنطيس يتم تحديد اتجاه التيار في الحلقة باستخدام قاعدة اليد اليمنى كما ذكرنا حيث يدل اتجاه الأصابع على اتجاه التيار ويشير الإبهام إلى اتجاه القطب الشمالي وهو اتجاه المجال لأسفل في اتجاه عقارب الساعة ولكن أثناء مغادرة القطب الجنوبي من المتوقع أن يتكون قطب شمالي في وجه الملف المقابل لهذا المغنطيس كما نلاحظ أعزائي الطلاب أن المجال المغنطيسي للمغنطيس متجه نحو القطب الجنوبي له أي لأعلى وعند مغادرة المغنطيس يتناقص معدل المجال فيتولد في الملف مجال في نفس الاتجاه بحيث يعوض أو يقاوم هذا التناقص ولمعرفة اتجاه الطيار نقوم بتطبيق قاعدة اليد اليمنى أسئلة وتدريبات لاحظ عزيز الطالب الفيديو المقابل نجد أن الحلقة تعلقت إذا كانت مغلقة وعند تبديلها بحلقة أخرى ولكنها مفتوحة نجد أنها لا تتعلق حسب قانون لينز فإن التيار الحث المتولد في الحلقة يولد مجالا مغنطيسيا يعاكس التغير في الفيض المغنطيس للمغنطيس بالتالي يتولد في الحلقة عندما تكون مغلقة قطب مشابه للمغنطيس ويحدث تنافر مما يجعلها معلقة أما في حالة الحلقة المشقوقة لا يتولد فيها تيار حث لماذا؟ لأن الحلقة مشقوقة أي أنها دائرة مفتوحة وبالتالي لا يتولد مجال مغنطيس حثي مما يجعل الحلقة حرة الحركة فتسقط ولا يقاومها شيء نتابع أسئلة وتدريبات سؤال واحد بالكتاب المدرسي صفحة 71 يدخل طالب القطب إن لمغنطيس في الطرف الأيمن لملف حلزون ويلاحظ تحرك إبرة الأميتر نحو اليمين في اتجاه ما كيف تتحرك إبرة الأميتر إذا توقفت حركة المغنطيس وبقي قطبه إن داخل الملف سحب المغنطيس بالسرعة نفسة التي أدخل بها أدخل قطب S جنوبي للمغنطيس من الطرف نفسه وبالتالي بالسرعة عينها للإجابة على النقطة الأولى إذا توقفت حركة المغنطيس وبقي ساكنا أو ثابتا فلن يكون هناك تغير في الفيض الذي يقطع لفات الملف وبالتالي تعود الإبرة إلى الصفر حيث يصبح الفيض ثابت داخل الملف عند سحب المغنطيس بالسرعة نفسها التي أدخل بها تنحرف الإبرة ولكن نحو اليسار بنفس المقدار الذي تحركته في الحالة الأولى ثم تعود إلى الصفر مرة أخرى عند توقف المغنطيس عن الحركة وذلك حسب قانون لينز عند إدخال القطب S عزيز الطالب ستتحرك الإبرة أيضا نحو اليسار بنفس مقدار الحالة الأولى أسئلة وتدريبات سؤال 14 بالكتاب المدرسي صفحة 96 مجال المغنطيسي يشير إلى أسفل الطولة وتتناقص شدته أذكر اتجاه الطيار الحثي هل هو مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة عزيز الطالب المجال المغنطيسي يشير إلى أسفل وتتناقص شدته عندما تتناقص شدته لابد أن يتكون في هذه الحلقة مجال مغنطيسي في نفس الاتجاه ولكي يتكون مجال المغنطيسي في نفس الاتجاه لابد أن يكون اتجاه الطيار الحثي في اتجاه عقارب الساعة كما نلاحظ من قاعدة اليد اليمنى بحيث يتكون في الملف قطب مخالف لقطب المغنطيس مثال 4 بالكتاب المدرسي صفحة 65 ملف دائري مستوين فيه أن تساوي 10 لفات مصنوع من سلك موصل يبلغ نصف قطره 15 سنتيمتر بحيث يقع تحت تأثير مجال مغنطيسي منتظم والزاوية بين المجال المغنطيسي والعمودي هي 35 درجة إذا ازدادت شدة المجال المغنطيسي من 2 تسلة إلى 7 تسلة بمعنى أن هذه هي دلتا بي التغير في المجال خلال 15 سكند احسب قيمة القوى الدافع الكهربائية الحثية المتولدة ما هو اتجاه التيار الحثي كما نلاحظ أعزائي الطلاب نقوم بكتابة قانون EMF equal delta phi على delta t وبالتعويض عن delta phi nba والمتغير هنا هو delta b نقوم بالتعويض لحساب المساحة a حيث a تساوي by r تربيع ونصف القطر هو 15 سنتيمتر أي 0.15 power 2 فنجد أن المساحة 0.07 متر power 2 نقوم بالتعويض عن delta b 7-2 ون عدد اللفات 10 والمساحة 0.07 cos 35 تقسيم الزمن فنجد أن الAMF تساوي 0.19 فولت والآن كيف يمكن تحديد اتجاه التيار الحثي باستخدام قاعدة اليد اليمنى حيث أنه عندما يزداد الفضل المغناطيسي الخارجي لمعاكسة هذا الازدياد يجب أن يكون المجال المغناطيسي الناتج من التيار الحثي متجها بعكس اتجاه المجال الابتدائي بمعنى هذا هو المجال الابتدائي لكي يكون اتجاه التيار يقاوم هذا الازدياد لابد أن يكون في الجهة المعاكسة له حسب قاعدة اليد اليمنى نضعها هكذا فيكون اتجاه حركة التيار مع الأصابع فبالتالي نجد أنه يكون باتجاه حركة عقارب الساعة عودا لموضوع التمهيد أعزائي الطلاب كيف يمكن إيقاف هذه اللعبة ومن أين تأتي هذه القوة الهائلة التي توقفها دون احتكاك اعتمادا على مبدأ التيار الحثي حيث يولد مجالا مغناطيسيا حثيا قويا يتسبب في قوة عاكس القوى الناشئة عن المجال المغناطيسي الناشئة عن العربة أثناء هبوطها بالتالي تقل سرعتها بشكل كبير مما يحافظ على سلامة الركاب هذه الفكرة أعزائي الطلاب استخدمت في كثير من التطبيقات مثل القطار المغناطيسي وأجهزة الفرز الألية بالمصانع وغيرها من التطبيقات وإلى هنا ننتهي من درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته